مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة جميع الناخبين إلى عدم المشاركة فيها تصعيد تبنته الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم ثمانية أحزاب الأحزاب الرافضة للمشاركة أكدت أن موقفها يأتي بعدما قالت إنها ضغوط أدت إلى انسحاب مرشحين محتملين فضلا عن غياب ضمانات لعملية اقتراع سلمية على حد قولها هذه ليست انتخابات لا ضمانات لا مرشحين لا حريات يبقى ما فيش انتخابات لن نشارك فيما تريد هذه السلطة نحملها المسئولية يد ذلك بعد يومين من دعوة شخصيات سياسية وعامة أيضا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية للأسباب ذاتها وعلى إثر ذلك دعت بعض من قوى المعارضة لإطلاق حملة أقعد في بيتك لمقاطعة الانتخابات الرئاسية فيه مبادرة إحنا حنطلقها حنسميها خليك في البيت وأنا أعتقد أن الشعب المصري حيتجاوب معها بشكل واسع جدا لأن من خلال التجارب بتاعتنا لما بيكون فيه انتخابات تنفسية عددية وجو يسمح بذلك الشعب المصري بنشارك في المقابل قلت قوى سياسية مؤيدة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من دعوة مقاطعة الانتخابات مؤكدة أن الأحزاب والشخصيات الداعية لها ليس لها أي ثقل في الشارع وقالت إنها ترهن على أن الإنجازات التي حققها السيسي في ولايته الأولى ستكون دافعا لذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع والتصويت له سيكون فيه خروج حقيقي والناس ستذهب إلى صناديق الاقتراع بإذن الله وبشكل سوف يصدم الذي يدعو للمقاطعة الانتخابية سيكون هناك ناس موجودة في الليجان سيكشفوا أدئي العوار التي يتحدث عنه داعين أو دعاية المقاطعة الانتخابية أنه ليس لهم علاقة بما يحدث الشرع المصري على أرض الواقع وأصبح رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح المنافس الوحيد للرئيس السيسي لتجرى الانتخابات في ظل غياب أي مرشح قوي لمنافسته مقاطعة الانتخابات الرئاسية موقف تبنته عدة أحزاب معارضة بسبب ما قالت أنها ضغوط أدت إلى انسحاب مرشحين محتملين فضلا عن غياب الضمانات الانتخابية لكن قوى سياسية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح أسيسي ترى المقاطعة ضعفا تنظيميا تختبئ خلفه هذه الأحزاب محمد عبد الله الحرة القاهرة